بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البصل والبطاطس والتوم هياخدوا من وقتنا كتير الفترة اللي جاية. هقول لحضراتكم الاسباب. البصل البصلة دي يعني هي مقاورة مريبة للفتيلة. البصلة دي لو كبرت يعني تنزل السوق تبقى ايه مقفولة كده من فوق آآ ممكن يتقال عليها فتيلة. طبعا المقاورة بصوا باين ازاي فيها يعني مش جزئين دي بقت كمان يعني تلات آآ اجزاء. حتى البصل المقاور بتدى يبقى فيه احمر وناس ممكن تنادي عليه البصل الاحمر آآ الجديد. او المقاور كمان بينادوا عليه البصل الفتيل او البصل آآ اللابيوت آآ الجديد. التوم آآ نفس الفكاية ياخد طبعا وقت مننا وقربنا على التوم آآ الجديد. هنشوف بقى ان شاء الله التوم ما ينزل التوم للفرم في الاول بعد كده. توم التخزين. آآ البصل برضو قدامنا تاني آآ مرة هو البصل المقاور ده اللي دايما بنقول ايه? انه هو بعشرة آآ جنيه. غير آآ اللي قدامنا دلوقتي. الاحجام الكبيرة. وآآ يعني اللون كمان يعني اخد لون كمان قريب للفتيل. ده من حداشر لتلاتاشر. الاحجام الكبيرة من المقاور والالوان الكويسة آآ فيه من تلاتاشر لخمستاشر جنيه. طبعا البصل الابيض والاحمر آآ القديم. آآ برضو بنتكلم عليهم وبنقول ادي البصل اللاحمر وهو القديم في شكارة بصوا يعني الشكارة ايه برضو الناس اللي بتشتري آآ جملة. طبعا تجار البيعين اللي بياخدوا للفرش والسوق المطاعم بيفتحوا الشكارة وبيشوفوا. آآ فيه كبير على الوش وفيه صغير وصل للدرجة دي جوه. والبصل طبعا درجات وانواع وجودات بتوقف على الصلابة واللون وعدد الورق. طبعا الكلام ده كله بيبقى يعني لما بيكون الموسم فيه بصل كتير في السوق. الوقت احنا بندور على البصل لو كان آآ قديم فبندور يعني على الارخص آآ منه اللي هو الحجم الزغير ده في القديم اللي ممكن نتقال عليه بعشرين آآ جنيه. زي التوم كده ما قاعد فترة كبيرة وطبعا التوم ابتدى آآ يفضى يعني عوام الجو حتى التوم اللاحمر اللي هو يعني بيقولوا عليه في السوق معامل معاملة التصدير ومقروض اهوبه آآ فاضي يعني مش كل اللي قاعد في السوق دلوقتي آآ جودته آآ عالية التوم اسعاره من خمسة وتلاتين لخمسين لا بيعت بعرشه وخمسة وخمسين لخمسة وستين آآ المقروض والفصوص يصل ليه ستين وتمانين آآ جيني. البصل الايطالي الاحمر باربعة وعشرين وخمسة وعشرين. نفس الكلام آآ يعني موضوع حلقة آآ النهاردة على الاسعار والجودة يعني شايفين البطاطس يعني هنقول ايه الناس مستعجلة يعني مستعجلة على كل حاجة. النهاردة بتنزل السوق ما فيش كلام على البطاطس اللي موجودة آآ في ايدينا. كل الكلام على التقاوي آآ ونزل منها كميات قليلة وكميات آآ بسيطة واسعار التقاوي والناس في ايدينا بطاطس احنا شايفينها ايه يعني بطاطس السنة اللي فاتت كنا بنتكلم عليها آخر السنة والبطاطس القديمة ماشية على الخضار اللي في البطاطس النهاردة. البطاطس في اول الموسم آآ لسه ما استودش كويس واخده آآ هوا في آآ في الارض وفي آآ في التخزين ايوة في بطاطس آآ نضيفة وكل حاجة لكن في بطاطس برضو يعني في ناس بتشتري وما بتاخدش بالها من الخضار ده الخضار ده بيخلي البطاطس آآ مرة وضر جدا بالآآ بالصحة وفي الحقيقة يعني احنا بنشكر الميعين والآآ تجار الجملة لما بيكون عندهم النوعية دي من البطاطس بيخلوها على جنب بينزل اش الاسواق وده في الحقيقة ما بنلاقوهوش فعلا في اسوق القطاعي او التجزئة بدليل ان يعني ده دليل على ان هو بيتشال من الجملة لكن احنا برضو بنقول للفلاحين هكلمكم شوية على الفلاحين بعد ما اقول لكم الطماطم آآ الطماطم اسعارها الحمد لله مريحة يعني في وسط الغالة بتاع البصل والبطاطس والتوم الطماطم النهاردة من سبعين لتسعين جنيه اموما يعني الجودات بتاعت الطماطم نقدر نقول ان كل الطماطم اللي في السوق دلوقتي عروات من الصعيد والدلتا آآ والجو مناسب والحمد لله درجة البرد يعني مش جامدة لدرجة ان هي تأثر على شجر الطماطم الشجيرات طبعا الزغيرة وهو برضو هي شجر لانه اصلا الطماطم طبعا من الفكهة يعني في الاساس الطماطم من الفكهة ويعتبر طبعا اللي طالع عليه آآ شجر الفاصولية الفاصولية من تمانية لتسعة جنيه والبتنجان الرومي ما شاء الله هو الفلاح يفرح شوية بالبتنجان بتنجان الرومي بستة جنيه وباربعة جنيه والبتنجان العروس وصل آآ لتمانية جنيه كمان البتنجان العروس والمخدد عدل سبعة وخمسة وسبعة وعشرة جنيه والبتنجان الأبيض باربعة وخمسة وبستة في الحقيقة والله انا بقول الاسعار آآ البتنجان وانا يعني فرخان للفلاح لانه عاني عيني كتير في آآ اسعار البتنجان لولا يعني شوية البرد خلت الجامعة قليل من آآ الارض لولا ان الاسعار رفعت شوية الكمية اللي موجودة في السوق وليلة عشان كده اسعار البتنجان آآ رفعت آآ شوية آآ الفلفل كمان آآ رفع شوية لكن الفلفل عادي يعني جنيه واثنين آآ جنيه طول السنة آآ الفلفل آآ الرومي بتسعة وعشرة والشطة آآ فيه شطة من اتنين جنيه لغاية خمسة جنيه الخيار يا جماعة من سبعة ونص لتمانية ونص لكن طبعا الشطة الحمراء باتناشر وستاشر الامجا آآ واصلة ستة جنيه وموضوع برضو حلقة النهاردة معظمه على الجودة يعني شوفوا آآ الكوسة وهجب لكم آآ يعني الوقت كمان آآ كوسة كبيرة في آآ في الحجم الخيار من تمانية لتسعة والطماطم الحمد لله زي ما احنا قلنا الطماطم النهاردة يعني من سبعين لآآ تسعين جنيه وقادي الكلام على الكوسة الفايرة او الكبيرة في الحج طبعا دي يعني ممكن تتبع بخمسة وبستة وممكن اقل من كده للمطار الكوسة لو قعدت في الارض يعني يومين تلاتة زيادة ما الجماعيتش تبقى على طول في الحجم ده كورومبو والارنبيط العشر واحدات آآ بمئة وتلاتين جنيه واحدة بتلاتةاشر اربعتاشر كورومبو والارنبيط طبعا غير الكورومبو الصلطة الابيض والاحمر آآ ده بيبقى في شكاير شكارة بيبقى فيها تمن حبات من اربعين لخمسين آآ جنيه كورومبو آآ الصلطة مش غالي في الفترة الـ آآ الحالية اللمون آآ يعني اسعاره الحمد لله كنا بنقول قريبة من العشرين واتنين وعشرين النهاردة اللمون يعني فيه بخمستاشر وسبعتاشر طبعا ان احنا اتكلمنا على جودات البطاطس لكن فيه في السوق ما شاء الله برضو جودة عالية من البطاطس الجودة دي على فكرة دي سبونتا دمياتا جماعة وسبونتا دمياتا وسبونتا المنصورة تقريبا يعني نفس الجودة وبرضو احنا بنحمد ربنا ان البطاطس لها الوقت فيه آآ تمانية وتسعة وعشرة آآ جنيه بالنسبة للجملة الجملة بفكر حضراتكم ان دي اسعار آآ جملة والاسعار كمان اللي احنا بنقولها على القناة بتبقى يعني من بوق التاجر آآ لما بتيجي تشتري منه سواء كنت بيع او حتى لو كنت بتشتري للبيت من شاء الله الفلفل الجودة العالية ده اللي بتسعة جماعة وبعشرة فلفل الشطة الحمرة باتناشر وستاشرة ده الرومي بستة وتمانية آآ لو كان فيها رومي على شطة ممكن الاسعار توصل لتسعة وعشرة والبتنجان المخدد الدرجة العالية منه النظيف منه آآ النهاردة وصل لعشرة آآ جيني طبعا يعني لو في حاجة قديمة او القمة بتاعها مش اخضر آآ قوي ممكن يبقى بخمسة وبستة وسبعة آآ جنيه البنجر من اتنين جنيه لتلاتة جنيه والليفت بجنيه ونص وآآ من جنيه ونص لاتنين جنيه ونص الليفت قلت لحضراتكم الليسبونتات آآ النهاردة من تسعة لعشرة بالنسبة للسبونتات آآ واللمون كمان تقريبا آآ الحلقة الرابط آآ تخلص او نهايتها يعني انا بشكر آآ الناس اللي متابع القناة الفترة دي بصراحة باهتمام وتعليقاتهم الجميلة وانا بثبت التعليقات بتاعتهم في الحقيقة يعني آآ شكر ليهم وآآ انا مش عارف يعني ده اقل حاجة اقدر اعملها لهم لكن آآ فعلا في ناس وقفة جنب القناة انا بشكرهم آآ جدا وآآ يعني آآ ان شاء الله رب العالمين نقولهم بالاسم بعد ما نستعزن آآ منهم آآ قبل ما نهل آآ الحلقة بثمنى ان كنتوا تحطوا لايك يا جماعة اللي يقدر يشارك آآ على صفحته آآ بالفيديو الاسم الحداشر لتلاتاشر يعني اكون شكر لي آآ جدا دعم لقناة صغيرة يعني بي تبتدي آآ تكبر شوية الحمد لله بفضل ربنا وآآ دعمكم آآ لسوق العبور السوق الحر شكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم عبدالله وبركاته